أعلن اللواء عدل لبيب وزير التنمية المحلية أنه جار حالياً إعداد تصميمات الخاصة بمشروعات الصرف الصحي المقرر تنفيذها في 78 قرية يتم العمل بها لتحويلها إلى قرى نموذجية في المحافظات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وأكد أنه تم تخصيص 480 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي في 78 قرية في 26 محافظة كما تم تخصيص 300 مليون جنيه لتمهيد الطرق وحوالي 190 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب وتسعين مليون جنيه لإنارة الشوارع